محو الذاكرة وإعادة استرجاعها ربما يساهم في علاج الآثار السيئة المترتبة عن مرض الزهايمر هذه خلاصة دراسة أمريكية نشرتها مجلة نيتشر مؤخرا واعتمدتها الجمعية الأمريكية لعلماء الأمراض العصبية الدراسة اعتمدت على تجربة على الجرذان حيث أظهرت القدرة على إزالة ذاكرة انتقائية من أدمغة تلك الجرذان عبر تنشيط وتحفيز الأعصاب يقول العلماء أن هذه التجربة تعطيهم الأمل لمعرفة آلية مرض الزهايمر وبعض الأمراض العصبية لإيجاد علاج فعال لها من خلال التحكم بالذكريات وينضم إلينا في الاستيديو استشاري الطب النفسي في مشفى النورة دكتور جوزيف جرجس صباح الخير دكتور جوزيف دكتور نتحدث عن ذاكرة ومحوها ثم استرجاعها هل بالفعل يمكن محو الزاكرة وإعادة استرجاعها؟ وكأن الإنسان الكمبيوتر أصبح الآن هو الغد دلوقتي اتعملت مش في البناء أدمين فمش عارفين بقى هل يتعمل إزاي فإنما هل محو الزاكرة أنا ما أقدرش أننا نتكلم في كده لأنما أكيد مع العمر لما الواحد عمره بتقدم بيبقى فيه الزاكرة زي أي حاجة في الجسم بتبتدي يحصل لها إيجينج أو حصل تأخر وتبتدي تقليل في الشايخوخة فبالتالي الزاكرة خلايا المخ ما يختلفش كتير زي ما الشعر زي ما الجلد هكذا خلايا المخ نفس الكلام بيحصل فيه فقدرة الشخص حتى مع العمر على أداء بعض الأشياء اللي كان بيعملها زمان قبل ما يفكر من غير ما يفكر أو زي ما بيقول على أوتو بايلت بتبتدي تتأثر بدرجة كبيرة ولكن مش معناها تأثر هذا أن الشخص يبقى يفقد قدرته على أداءه في الحياة أو يفقد قدرته على العمل أو على مساعدة المجتمع اللي عايش فيه ولكن فيه نسبة لا بأس بها وكلما العمر بيتقدم النسبة دي بتزيت لغاية لما يبتديوا يشتكوا من أعراض النسيان شديدة تتأثر أو تتداخل مع قدرتهم على العمل في الحياة طيب أنا سؤالي دائما دكتور يعني أو يخطر ببالي أنه ما هي الذاكرة كيف يتم تخزينها يعني إذا نوضع أن نتحدث عن الحياة اليومية يتم تخزين الأشياء دائما أو أي شيء على شكل معين كيف يتم تخزين المعلومات الذاكرة هو بحاجة بسيطة حضرتك أورت الكمبيوتر ودي سهل خلص إحنا بنعمل في الكمبيوتر إيه؟ بنعمل إنتري وبعد كده بنعمل ندخل وبعد كده نخزن وبعد كده نتريف نسترجع بس هو ده بالضبط اللي بيحصل في المخ إن الواحد الذاكرة عبارة عن الثلاث مراحل دول إن الواحد يدخل حاجة وبعد كده يخزنها وعند الاحتياج يطلع وبعد كده الذاكرة فيها جزء انتقائي يعني مش كل حاجة إحنا مثلا قاعدين فيها مهم أن ندخلها وإلا هيبقى مخينا مليان بحاجات مش مهمة والحاجات المهمة هتبقى مش موجودة أنت ذكرت كلمة انتقائي أنا سمعنا وقرأنا من خلال هذا الخبر أن الأطباء اعتمدوا على محوظ ذاكرة انتقائية ما تعريف الذاكرة الانتقائية؟ بالذاكرة الانتقائية يعني إحنا مثلا قاعدين في القاعدة اللي احنا فيها دي هتلاقي في مؤثرات كثيرة أو حولينا في الإضاءة في التلفزيون في الكراسي كل كلام ده موجود ولكن إحنا ما يهمناش إن إحنا نركز في هذه الأشياء إنما الحاجات اللي احنا ننتبه إليها اللي هو الحاجات اللي هي relevant اللي هي مرتبطة بحاجة معينة أو بإفادة معينة بالموضوع أو بالحديث طبعا زائد الانتقاء الواحد مثلا لو اتعرض لحاجات كثيرة دائما الأشياء اللي هي مرتبطة بالعواطف أو مرتبطة بأحداث جسيمة أو أحداث مهمة سواء مضحكة أو مبكية هي دي الواحد بيبقى أكثر قدرة على الحفاظ عليها إنما الأحداث العابرة اليومية لو هي موجودة معنا كل يوم فمش مستهلة زي ما قولوا إن إحنا نفتكرها أو إن إحنا نتذكر مع نوع الذاكرة طيب الذاكرة الوقتية أو يعني ما هو معروفة بتختلف التقسيمات بتاعتها فيه تقسيمة بتكلم على ودي التقسيمة مهمة بتكلم على ثلاث أنواع للذاكرة في الأول الذاكرة الاميديا الآنية اللحظية اللحظية والذاكرة القصيرة والذاكرة الطويلة المفعول أهم حاجتين اللي هما واحد واثنين بالنسبة اللي أهمها لأنها في الألزهايمر بيحصل حاجة أن هما دول اللي هما أوفا أو أمراض التانية اللي هي بتأثر على المخ الزاكرة الآنية أو الزاكرة اللحظية أو الزاكرة قصيرة المادة هي دي اللي بتتأثر وهذا ما يبرر أنه نسيان مرضى الألزهايمر ينسون كل شيء حصل اليوم أو البارحة ويتذكرون أشياء قديمة كلام مزبوط لأن الزاكرة المخ في ليرز أو طبقات فبالتالي الحاجات الجديدة بتبقى في اللير الفؤانية الحاجات القديمة بتبقى موجودة تحت فأي حاجة لما تجي تشيلها الحاجات العصات هي دي اللي بتقع هي دي الحاجات اللي ما دخلتش أو ما استوعبتش فعش كده الناس تفهم تقولك ده بيفتكر من 30 سنة عمل إيه إنما ما فيفتكرش وأكل إيه بارح أو ما فيفتكرش عمل إيه من حوالي ساعة أو ساعتين فهي بس الفكرة الناس بتدي أهمية لما حدث من 30 سنة لأن ما حدث من 30 سنة خلاص دخل وغاص عبر ما نوصل إن إحنا واستقر وارتاق عبر ما نوصل إن إحنا نشيله ده بتبقى العملية وصلت لمراحل متأخرة قوي تبقى العملية عميقة التغذية مرتبطة دكتور بشدة الذاكرة التغذية المهمة في حاجة اسمها heart to head يعني الأكسجين والأكل يعني المخ مثلا وزنه ما نزيدش عن كيلو لو نقول مثلا الوزن متوسط شخص ما تفهر 70-80 هنعرف إن الكيلو ده اللي هو وزن المخ بيأخد 20-25% من الدم اللي جاي أو من التغذية اللي رايحة من القلب فطبعا لو في أي تقصير من القلب أو تقصير للدم اللي واصل للمخ ده طبعا بيأصل بدرجة أو بأخرى على أداء المخ وعلى وظيفته فبالتالي أي حاجة بتزود مثلا الكوليسترول بتخلي الواحد يساعد أنه بتزود الكوليسترول بتعمل تصلب مثلا في الشرين فتصلب الشرين بالتالي الدم اللي رايح على المخ هي بأقل الأكسجين أقل الأكل أقل المخ هيبتدي عاني كل شيء مرتبط ولكن محفزات هناك أيضا دكتور يعني تناول الأدوية التي تحسن الذاكرة ماذا نقصد بها يعني كيف تعمل تحديدا طب هو فيه في دلوقتي مش عايزة أقول نشط الذاكرة هو فيه مثلا بيقوله فيتامين بي تولف مثلا أو الفوليك أسد الفوليت اللي هو بي تسعة دول مثلا ملحاجات اللي هم بيعتبروها في بعض الأبحاث إنها مفيدة مش في كل الأبحاث أدلة إنها مفيدة ولكن في بعض الناس يقولون أنها يعني تقدر يعني مش خسارة إن واحد يجربها مثلا خاصة إنها مش مثلا بي تسعة مثلا فوليت ده مش موجود في حاجات غالية يعني موجود في كرومب في حاجة زي عدس في العدس والبقوليات والبقوليات وبروكلز والكلام ده كله والكرومب فمش حاجات غالية أورنج مثلا يمكن البي تولف حاجات أغلى شويتين أنا أود أن أسأل عن موضوع مهم جدا هو متعلق بالعاطفة الذاكرة العاطفية هل مستمرة هل الشخص يستطيع تذكر كل شيء مر به خصوصا ما يتعلق بالمشاعر والعواطف كما قلت مشاعر كره أو مشاعر حب حتى لو كان كبير في العمر يعني هو طبعا مع الوقت يعني العمر يعني الزمن بي نسي حاجات كثيرة زي ما احنا بنقول يعني إنما مما لا شك فيه إن الواحد أكثر قدرة على تذكر ما هو مفيد أو ارتبط بالعاطفة أو ارتبط بحاجة بالنسبة له والنسيان نعمة في حاجات كثيرة يعني في النسيان في حاجات كثيرة فطبعا حتى يعني لو واحد عايز يفتكر حاجة بيحاول مثلا ممكن يربطها مثلا كثير أو ما سيقول لك دلوقتي التعليم بيغني أو مشاعر حيث أنه يرتبط مثلا بأغنية حاجة مرتبط بيها حط فيها مثلا الكلام أو مادة علمية بحيث أنه يتذكرها تبقى حاجات بسيطة بس أكيد الحاجة اللي لديها تأثير عاطفي مهمة مركز تخسين الذاكرة دكتور هل هو جزء أو قطعة ممكن إزالتها وزراعة مكانها كعضو؟ فيه أماكن في المخ طبعا هيبو كامبس مثلا دي من الحاجات اللي هو بالزاكرة أو المعلومات بتتخزن فيها إنما عشان نقدر نشيلها ونحطها يعني لغاية دلوقتي ما توصلهاش هل المستقبل ممكن يعملوا حاجة زي كده؟ أنا ما عرفش وما أعتقدش بس جايز كل حاجة بتحصل باختصار دكتور بالنسبة لمرضل الزهايمر في المراحل الأولى ما العلاج الذي يمكن أن يأخذوه؟ العلاج أولا فيه كذا حاجة أولا فيه علاج للناس اللي حواليه لازم يبقوا فاهمين المرض فاهمين طبيعة المرض لأننا دائما نفتكر أن الدواء بس هو الكافي هم فيه بعض الأنواع الأدوية اللي هي لازم تأخذ عن طريق طبيب وهو اللي يبتدي يدينا نعمل الديركشن أو يدي المريض ويدي المتابعة وهكذا الأدوية دي يعني هم فيه عدد الأدوية موجودين ولكن يعني فيه ناس بتتحسن عليهم بنسميهم المتحسنين فيه ناس بيفضلوا زي ما هم بدون أي لا ينزلوا ولا يطلعوا فيه ناس مع وجود الدواء بيقللوا ولكن مع وجود الدواء لازم تبقى العملية تبقى منظومة متكاملة بالكامل تشاركية من الدكتور اللي بيعالك والأهلة والمريض نفسه وبعد كده فيه حاجات تانية تقدر لازم واحد يهتم بيها ويخلي بالها مثلا لما الواحد احنا عارفين ان هو مثلا في الزهامر واحد بيبقى الزاكرة بتاعته بتبقى ضعيفة فيخلي باله مثلا من حاجات مهمة في الطبيخ مثلا في التعامل مع الفلوس لان مثلا ممكن يكتب الشيك يحط له صفر زيادة مثلا بوز الدنيا خالص يضرب تريفون مثلا يروح حاطة مثلا رقم غلط يرد عليه حد تاني ويتخالم يتكلم الحد تاني ويدخل في مشاكل يبقى مثلا عدم القدرة على التمييز ببعض الناس يعني اهتمام اكثر اهتمام مع العلاج مع العلاج للضغط السكر الحاجات دي كلها انا اود ان اشكرك دكتور جزيف جرجس تشاري الامراض النفسية والطب النفسي طبعا في مشفى النور شكرا جزيل لك دكتور جزيف شكرا جزيفا